مرحبا بكم أصدقائي مجددا لقناتكم نجوم الويب ومرحبا بكافة مشاهدنا الجدد مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وقبل أن أبدأ لكم في شرح اليوم أتمنى من صبيب القلب أن تقوموا بدعم قناة نجوم الويب لكي نستمر ولكي نطرح لكم أضل الشروحات كيف تدعمونا؟ فقط صديقي عن طريق مشاركة هذا الفيديو مع من تحب لكي تصل قناتنا إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص والاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو فقط بالضغط على المكتوب عليه اشتراك سبسكرايب أو صابوني فقط بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكافة جديدنا دائما كأهو الخطوة صديقي يجب أن تقوم بها يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك في البنك البايبال وذلك بالضغط على اللوغو من الأعلى ثم تقوم كالعادة بكتابة الإيميل متبوعة بالباسورد الخاص بك ثم تقوم بالضغط على دخول أو تسجيل الدخول أو اللوغو بهذا الشكل الصديقي سيظهر الآن معك الحساب الخاص بك وهذا هو الرصيد كما ترون الآن أمامكم فكل ما علينا فعله لسحب الرصيد نقوم بالضغط على Withdraw Funds أو بالضغط على Wallet من الأعلى أو محفظة ونقوم كذلك بالضغط على Withdraw Funds أو سحب الرصيد الخاص بنا على البايبال هنا سوف يحضن هذا الصفحة نقوم بكتابة الأمونت وهو المبلغ الذي نريد أن نقوم بسحبه وأن الرصيد المتوفر لديه هو 9.14 دولار أقوم بوضعي في الخانة الأولى ثم أختار البنك أو البطاقة الخاصة بالفيزا الخاص بي وملاحظة أنه بالبنك لا يوجد اقتطاعات الفي زيرو دولار كاقتطاع تقوم بالضغط على Withdraw ثم هنا يعطيك بعض البيانات الخاصة بالتأكيد هنا بعض البعلومات الخاصة بالحساب البنكي يخبرني أنني سوف أتوصل بالرصيد في مدة 3 إلى 5 أيام عمل أقوم بالضغط على Withdraw 9.14 دولار وهذا هو كما ترون تم سحب الأربع وهذه علامة التأكيد الخاصة بسحب الرصيد المتوفر لديه في حسابي على البيبال كما ترون هنا الرصيد اختفى لم يعد لدي رصيد لأنني قمت بسحبه وبعد أيام سوف أتوصل بالرصيد في البنك الخاص بالمربوط بحسابي على البيبال كما ترون أصدقائي هذه هي المعاملة هنا وهذه بعض المعلومات عن المعاملة ترجمة نانسي قنقر